اشتركوا في القناة فيها علما بأنه تم إنشاء أكثر من مدرسة في محافظة الشرقية ولم يهتم المسؤول الخاص بالأبنية التعليمية بهذه المدرسة نبدأ معكم حلقتنا النهاردة نرحب بضيوفنا الكرام الأستاذ جودة مختار مدير مدرسة بالتربية والتعليم بكفر حسن نادا أهلا بك أستاذ جودة أهلا بحضرتك أستاذ أحمد الأستاذ محمد جمعة ضيف حلقتنا النهاردة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك هنبدأ معكم النهاردة هنعرض المشكلة على حضراتكم ونأمل أن يكون فيه استجابة من الدكتور أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية بالشرقية واللواء يسري رئيس هيئة الأبنية التعليمية أستاذ جودة اشرح لنا الموضوع باختصار كده يا فند حضرتك احنا قمنا من حوالي سنة 2011 بشراء قطعة أرض بساحتها ثمن قرارية أيوة بجوار القرية تمام وقمنا بالتبرع بيها الهيئة الأبنية منذ عام 2012 يعني الأهل اشترواها وتبرعوا بيها الأبنية التعليمية أهل القرية جمعنا تبرعات من بعض ولمينا واشترينا قطعة أرض وتبرعنا بيها الهيئة الأبنية عام 2000 أول 2012 كمان باسم جمعة جودة الهيئة الأبنية كمان واتملكت الهيئة الأبنية من سنة 2012 ومن 2012 واحنا بنجري وراء كل المسؤولين على أساس أن احنا نخصص الكتة الأرض لأن البلد عندنا حضرتك قري كفر حسن ندى وحوالي أربع أو خمس عزب مجورين لها محرومين من أي منشأة تعليمية يعني الطلبة بتوع المدرسة التعليمي اللي ابتدائي بيمشوا أكثر من خمسة كيلو حضرتك بنمشي من عندنا من كفر حسن ندى إلى أقرب قرية مجورة لنا خمسة كيلو ومش قرية واحدة حضرتك احنا بنمشي عندنا طلبة بتروح الجديدة طلبة بتروح ميت بشار طلبة بتروح مدرسة كفر شالشالامون اللي ابتدائي رقم واحد طلبة بتروح مدرسة كفر شالشالامون رقم اتنين طلبة بتروح ميني القمح وكل دول بيتنقلوا عن طريق التكاتك الموتسيكلات التورسيك العربيات المصنى مما قد حضرتك إلى سنة 2014 ودي حادثة للأسف مات فيها تلميذة في الصف الاعدادي في الصف الاول الاعدادي وكان ابن معهم برضو ابن محمد دواتي في الجامعة كان في نفس الحادثة دي وتلميذة أو طالبة اتوفت في الحادثة دي في نفس الطريق بسبب بيتنقلوا في عربيات المصنى بسبب بعد المدرسة عن أهالي القرية آه خدت بال حضرتك بسبب الشبورة وبسبب الزحلة طيب بالنسبة للتخصيص تم معاينة من هيئة الأبنية بالشرقية اتعمل أكثر من معاينات كتير جدا وحتى الآن مفيش اهتمام من هيئة الأبنية لأن القرية الوحيدة اللي على مستوى جامورية مصر العربية وكل الشاكياء بنقولها القرية الوحيدة على مستوى جامورية مصر العربية اللي مفيش فيها مدرسة يعني حصلتوا على موافقة من رئيس هيئة الأبنية التعليمية أنا حضرتك جميع المعاينات وجواب تخصيص جابوا لنا سيادة النائب خالد مشهور مشكورا تمام خدت بال حضرتك من 2016 الأرض متخصصة من 2016 من 2012 لا التخصيص من 2016 التخصيص من وزارة زراعة من 2016 ولسه ما تمش عمل ميزانية لها أو تخصيص مبلغ معاينة حوالي شهر جات لنا معاينة من هيئة الأبنية قالوا إن الموقع مش جاي على جيوجل خدت الناس اللجنة وخدت المتبرع وروحنا على واقع الأرض وروحنا صورنا ونزلنا الصور على الأرض بينها وبين الكرية حوالي 150 متر أو 100 متر الكهرباء وكل حاجة وطريق ومية مية ما فيش فاق أي مشكلة بتزمي حمد لما تواصلتوا مع مسؤول هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية الأستاذ أحمد مرسي رده كان إيه عليكم؟ كلها وعودة أستاذ أحمد ما أحدش بس لنا بأي حد هو قابلكو في مكتبه؟ إحنا رحنا له بدل مرة كتير كان معنا بسيس جودة طبعا معظم شباب كفر حسن ندى موجودين إحنا المشهد يصعب على أي حد أستاذ أحمد أن يبقى طفل لسه عنده 7 سنين أو 6 سنين يمشي 5 كيلو والدته أو والده يكون نحره عليه إحنا كده عايزين نموته دي النقطة اللي إحنا عايزين نوصل لها إنت بتبني دلوقتي طفل لسه في البداية بتبني الحب المدرسة مفيش مدرسة من ضمن المشاكل برضو اللي إحنا بنعاني منها إن الحد الآن تعليميا كفر حسن ندى ما وصلتش للمستوى اللي يمكن يبقى فيه رقي بسبب بعد المدارس من حوالينا أو بعد ولا دخلت جودة التعليم ولا أي حاجة يعني أنتوا مهمشين حضرتك ده سبب من أسباب تسريب التلاميذ والطلبة من المدارس بعد المسافة مفيش مدرسة العين راح للمدرسة ورجع ركب مواصلة واتنين وراح وجاه يعني بنت حضرتك بنت أنا بتروح الصبح الساعة خمسة ونص الصبح عشان تركب تروح تاخد درس الصبح وترجع تاني وترجع تروح للمدرسة تاني كنتو عندوكو عدد مدارس التعليم الابتدائي كم مدرسة في البلد مفيش عندنا فاصل محو أمية مفيش فاصل محو أمية مفيش ولا فاصل محو أمية في القرية معظم الخدمات الحكومية إحنا بلدنا محرومة من يعني انتو قرية تعيش تحت خط الفقر حضرتك عندوكوش خدمات حضرتك أنا هتكلم والأسيس محمد هتكمل إحنا محرومين من التعليم محرومين من الصحة محرومين من مركز شباب القرية الوحيدة محرومة من جميع خدمات الدولة اللي هي كفر حسن نادا التابعة لمنية الأمح محافظة الشرقية بعد إذن سعدتك استغاثة للسيد الفاضل السيد الرئيس الجاموري إن إحنا بنحبه كلنا وقفين بنقول كلنا مع الجيش ومع الشعب الشعب كله والجيش وكلنا كلنا كفر حسن نادا مع الدولة ومع جميع حياة الدولة فإحنا بنطالب السيد الرئيس بعين العطف اللي ولادنا الصغار اللي بينشوا الصبح في الشبورة الساعة ستة الصبح ويركبوا مواصلات خمسة كيلو من الأطفال اللي بتموت إحنا عايزين مدرسة مش عايزين حاجة خالص عايزين مدرسة طيب أستاذ محمد جمع أنت حاس أن فيه تقاعص من مسؤول هيئة الأبنية التعليمية بخصوص هذه المدرسة يا أستاذ أحمد كان فيه عزبة عاصم كانت قابلنا الدوسي بتاحها كان قابل كفر حسن نادا تم إنشاء مدرسة عزبة عاصم وتم الانتهاء منها وكفر حسن نادا لحد الآن لم توجد أصلا في ميزانية موازنة هيئة الأبنية التعليمية كده أهالي قرية حاسن نادا التابعة لمينيا الأمح أحياء أموات ودي رسالة إلى السيد محافظة الشرقية ورسالة إلى السيد مسؤول هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية والسيد اللواء رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالنظر في هذه المشكلة نظرة عطف من المسؤولين للأهالي والأطفال اللي كل يوم بيموتوا بسبب بعد المسافة عن المدرسة وعن البيوت رسالتك إيه أستاذ جودة للسيد وزير التعليم والسيد الرئيس الهيئة أنا بخطب كل السادة المسؤولين بقول لهم إحنا الكرية الوحيدة على مستوى الجمهورية إحنا في عصر السادة الرئيس بيقول لنا كلنا نمد دينا للبلاد المحرومة لزي حالتنا كده السادة الرئيس يعني إحنا يشملنا بعطفه والسادة المسؤولين بقى من وزير التعليم أو رئيس هيئة الأبنية يبص البلدنا لحظة لحظة واحدة يبص عايزين مدرسة ابتدائي في البلد الأرض موجودة من سالة 2012 ولو سمحتم حضراتكم تساعدونا وتبنونا المدرسة وبنطلب المعاينة من خلال برنامج أستاذ محمد جمعة رسالتك إيه للمسؤول أنا رسالتي يعني قوام أي بلد هو الشباب والشباب مع العلم والتعلم إحنا ولا عندنا علم ولا عندنا تعلم ولا عندنا أي خدمة للبلد إذا كانت صحية أو للشباب يعني عندكم نقص تام في الخدمات بنضم صوتنا لصوت الأستاذ بودة وشباب كفر حسن ندى بمنيا الأمح وبنطالب السيد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالنظر بالعطف لأهالي القرية والأطفال الصغار شكرا للأستاذ بودة شرفتنا النهاردة شكرا للأستاذ محمد ونستكمل اللقاء مع ديوفنا الأفاضل مع مواطن مصر شكرا حضرتكم مشاهدينا الكرام برحب بحضراتكم من جديد ضيف حلقتنا النهاردة المستشار القانوني أحمد حسونة صيام أهلا بحضرتك يا فندم معنا ضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ جمال عبدالغاني حمودة رئيس مركز شباب نسلة أبو باشا بالبيس أهلا بحضرتك شرفتنا أستاذ جمال حضرتك هتأرض علينا مشكلة النهاردة من خلال فكرتنا وهنتواصل مع المسؤولين ونسمع رد المستشار القانوني تفضل يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر القناة على استجابتها لشكوانة جمال عبدالغاني حمودة وكيل مدرسة سنوية في بلبيس رئيس مركز شباب نسلة أبو باشا بالكتيبة أهلا بحضرتك بالمعاش حاليا أتشرف أنني أنتمي لهذا الوطن العزيز لأنني تغربت عنه 16 سنة في السعودية تمام مركز الشباب أنشأناه من 87 لحد 90 بقرار تخصيص بقرار وزير الشباب شهر نهائي 95 له مقر نزلة وباشا في الكتيبة ببلبيس مركز الشباب بنعتبره حضرتك زي ابن أبنائنا بيعني الشباب النهاردة سيادة الرئيس حفظه الله رئيس السيسي بيولي رعاية خاصة للشباب تمام فإحنا مشكلتنا ساعدتك المركز الشباب إحنا موفرين له المقر اللي هو المبنى إيه مشكلة مركز الشباب بالضبط يا عبدالعلي المشكلة بقى حضرتك الممرسة الأنشطة كانت على محطة مياه مهجورة تمام في قرية الكتيبة وهذه المحطة بساحية تلات أفدين ونص منزوعة الملكية من الأهالي عام 1965 أعمل الزعيم عبد الناصر والمحطة تخص رفع مياه شرب من العباسة إلى مدينة بلبيس ولكن بس شغلتش نهائي تركبت الترمباط في 65 ومشتغلتش جيه في عهد الزعيم السادات اتركبت بعض المواتير برضو ومشتغلتش حضرتك المساحة تلاتفة دادين ونص جيه في عهد الرئيس مبارك كانت تابعة للإسكان الإسكان والمرافق دقوا فيها أبرر التوازية جيب مياه من تحت الأرض بتحليل المياه حضرتك طلعت المياه غير صالحة للشرب المحطة تلغت يعني اتغلت وتوقفت اه توقفت بعد طريق أبرر التوازية تم إهضار ملايين الفلوس فيها حضرتك من خلال المرفقة بتاع المياه الشرب عملوا في كاردون أو في نطاق الكتيبة قرية الكتيبة في بلبيس برضو حضرتك محطة شرب عملاقة في عهد الرئيس السيسي افتتاحها المهندس إبراهيم محلب منذ كان رئيس مجلس الوزراء واشتغلت واشتغلت هذه المحطة تخدم محافظة الشرقية بالكامل على ترعة الاسم عليها بس محتاجة أنها تتحلل المحطة العملاقة اللي شرب شغال على ترعة الاسم عليها في خارة الكتيبة زمان برضو المكان المحطة المهجورة القديمة اللي ما اشتغلتش أصلا ثلاثة فد ونص كنا بنمارس على مساحة فدان الأنشرة بتاعتنا كمارك الشباب أيوة فاتشرفت بمقابلة سيد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي السنة اللي فاتت أو اللي قابلها بشوية كان هو حضرك وكيل أول وزارة عرضنا عليه المشكلة قال خدوا خطوات تنفيذية للتخصيص مساحة فدان من القطعة المحطة المهجورة في كردون قرية الكتيبة لأنها بتخدم قرية كفر أيوب والسعادات والكتيبة خط بلاد العائد بالكامل الشباب كده تمام المشكلة وصلت أيوة أستاذ عبدالغاني تعقيب المستشار أحمد حسونا على المشكلة دي بشكر كنال موقرة طبعا لهذا اللقاء وبحي الشعب المصري وبوهني بمناسبة ذكرى مولد رسول صلى الله عليه وسلم القصة دي طبعا قرية الكتيبة هي بلدي وأنا بشكر أستاذ جمال حمود اللي جهي أعرض للمشكلة تمام وأنا معصيرها بنفسي هذه المساحة أو هذه الأرض كانت ملك للأهالي وصدر قرار بنزع ملكيتها في ستينيات القرن الماضي أيوة لتخصيصها محطة رفع مياه العباسة إلى بلاد العاية بالظبط هذه المحطة تم تكلفتها بمبالغ طائلة بملايين جنيهات راحت في الفساد في ستينيات وكان فيها أدوات ومواطير رفع سوني أروسي هذه المحطة لم ترى النور ولم تعمل لفساد لفساد التربة وفساد المياه الخارجة من الأبار أخبر حضرتك وفساد المسؤولين وفساد المسؤولين طبعا الفساد تم إهدار أموال كثيرة في هذه المحطة وإلى الآن لم يتم تجريل وأصبحت عبارة عن مزرعة خاوية على أوروشيها فضية بالظبط الشباب كان بيستخدم هذه الأرض الفضاء كملاعب أو لممارسة الأنشطة الرياضية ومستقررين وزي الفل فوجئنا لما بدأنا عايزين نخصص هذه الأرض أو جزء من الأرض لمركز الشباب فوجئنا بأن شركة مياه الشرب بالصرف الصحي عملت صور على الأرض وقالت أن الأرض دي لازم لنا في حين أن الأرض بالفعل مش لازم لها على الإطلاق لأن نعمل محطة بديلة في مركز بلبيس عايزين الأخضاء يضموا ويلغوا الملاعب ويزيد عن المليار جنيه والأرض دي مازالت فضية والأرض دي أصلا ملك أهل القرية وتم نزعها منهم بملالين الفلوس يعني أعتبر بطرابل في الووس والشباب ده هو أبناء القرية أنا النهاردة بدل ما سيب الشباب لا يمارس النشاط بتاعه ويبقى أرضى للجماعات الإرهابية الدولة النهاردة والتطرف النهاردة الدولة بتحارب بكل ما تمله تحارب الإرهاب وتحارب التطرف وأجل النهاردة نفاجأ من حوالي سنة أو من سنتين بصدور قرار عن تاري من وزير الشباب والرياضة بإلغاء عدد 16 مركز شباب على مستوى محافظة الشرقية أمر في منتهى الخطورة ليرتقل لدرجة الجريمة لما أنا النهاردة هما كان مخصص لهم ميزانية مركز الشباب ده من نزارة الشباب آه مخصص لهم ميزانية مشهر مشهر ماشي وبص لها النهاردة ما فيش أنشطة بتمارس طبعا أنا أمارس فيه الشيك القانوني المتابع الشيك القانوني معليك النهاردة الدستور المصري ألزم الدولة ألزم الدولة بأن توفر جميع الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرئيضية للشباب بالظرر هو أمر إلزامي بموجب الدستور ومخالفة الدستور يعتبر مخالفة قانونية تستوجب المسائل القانوني على المسؤولين يعني حق الشباب بيضيع في مركز بالبيس والسبب فساد المسؤول أو فساد القائمين على المشروعات اللي زي مشروعات الشباب والرياضة الأستاذ عبدالغني رسالتك إيه للسيد وزيري الشباب والرياضة وإلى السيد المسؤول الكبير لو تكرمت الفساد مش في الشباب والرياضة في بعض المرافق زي مرفق مياه الشرب عنده هذه القطعة صدر كتب على الإسكان من 95 صدر قرار جمهوري ساعتك يا أحمد بيه بفصل المرافق لشركة المياه عن الإسكان فخدوا المحاطة المياه الملغاء المهجورة اللي هي عندنا في الزمان مقارنة الكتيبة في نزلة أبو باشا ودوها للمرافق شركة المياه شركة المياه عملت محاطة بديلة من سنة في عهد الزعيم السيسي حفظه الله بتكلفة نص مليار أو مليار جنيه طيب أنت المحاطة المهجورة حضرتك تواصلت مع المسؤولين تواصلنا أو مكتب المحافظ التدخل تواصلت مع المحافظ رضا عبد السلام الدكتور ممدوح غراب ومشكور وزير الشباب بالرياضة الدكتور أشرف صبحي أيها كان وكيل أول وزارة حاليا الألفي ودلوقتي وزير الشباب بالرياضة الوزير الوزير دلوقتي أشرف صبح حضرتك لما كان وكيل أول وزارة قال خذوا خطوات تنفيذية مع المحافظ وكتبنا خطابنا المحافظ فجاء الرد من شركة الميا بأننا عايزين هذا المكان طيب الشباب النهاردة ساعدتك أنا بقعدت صورة حضرتك لبعض المؤتمرات لدعم دي بعد المؤتمرات اللي أقامت في نفس المكان يا فندم وكان مكرها مركز الشباب مركز شباب مزدى وباشا بقارقة الكتيبة بالبيس ساعدتك ده مؤتمر ياريت الكاميرا يكون جايباها كده معنا حضروا القيادات التنفيذية والشعبية في مركز بالبيس ساعدتك والمستشار أحمد حسون صيام كان حاضر ودي صورة برضو تجمع أولادي في تعدلات الدستورية مع العمدة طارق لعصر أيوة والعمدة طارق لعصر وعمدة قارقة الكتيبة في بالبيس من أنشط من خدم البلد بالظفت والعمدة طارق لعصر حضرتك الصورة مع أولادي طيب أستاذ عبدالغاني فضل كده رسالة حضرتك وصلت وإن شاء الله يكون فيه استجابة من المسؤولين هنختم مع المستشار أحمد حسونة بكلمة نهائية بخصوص برضو شقة قانوني لهذه المشكلة وإيه الرد وإيه الأساليب المتبعة اللي تحللنا المشكلة دي تمام سعادتك هو قول الفصل في هذا الأمر أن الأموال العامة طبقا لأحكام القانون المدني المادة 87 هي الأموال المخصصة الأموال العقارات أو المنقلات المخصصة لغرض المنفعة العامة تمام إذا فقدت إذا فقدت هذه الأموال صفتها اللي هي المنفعة العامة بالزبط أصبحت غير زي صفة قانونية ما أصبحتش أموال عامة وبالتالي هو المفروض أن أصحاب هذه الأرض اللي تم نزع ملكيتها منهم المفروض يستردوها لا إحنا النهاردة بنقول إحنا أصحاب الأرض والشباب هم شبابنا وإحنا مستعدين أن نقف جنب الشباب أن هم يستردوا هذه الأرض لممارسة الأنشطة أنا بأطلب أن الشباب هو اللي يمارس هذا النشاط هذه الأرض فقدت صفتها كأموال عامة لأن هي معطلة ولا تعمل والنهاردة في بديل موجود ساعتك شغال يبقى ما عادش لها لازمة شركة مياه الشور مصرف الصحة متمسكة بيها ليه مش عارفين هي متمسكة بيها ليه النهاردة ساعتك أنا الناس وبتوافقوا على ألبهم زي الفل لكن أنا النهاردة حتة أرض موجودة ونقول دي ملكية عامة ما حدش يجين حتها تم هو الشباب برضو من حقه في الملكية العامة طالما أن الأرض فقدت صفتها وانتهى الغرض المخصص من أجلها يبقى يجب أن تعود إلى الشباب لممارسة أنشطته وأنا بخاطب وزير الشباب الرئياضة وبخاطب رئيس مجلس الموظوظة وصلت يا معالي المستشار نهاية لقاءنا بنشكر حضراتكم لحسن المشاهدة وأرجو أن يكون في تبني لهؤلاء الشباب بمحافظة الشرقية ويريد نساعد الناس دي على أنهم يكونوا في مرحلة كويسة شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة